وطبعا إثرى ما أشهد به الرئيس جو بايدن بالتعاون بين الولايات المتحدة بمواجهة مواصفه بأنه بيئة أمنية أكثر تعقيدا في التاريخ. دعونا نتعمق أكثر في هذا الأمر مع ضيفنا بيتر بروكس كبير الباحثين في مؤسسة هيريتج. أستاذ بيتر الرئيس بايدن أكد أهمية التعاون الأمريكي الياباني لمواجهة هذه التحديات البيئية. ما هي الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها مع حلفائها لحماية هذا الموضوع؟ نعم. من المهم بما كان للدول الصناعية الكبيرة أن تتكلم عن هذه المواضيع. وكما تعرف على الأقل دولة واحدة لن تكون على المائدة لمجموعة السبعة وهي الصين. وهي أيضا التي تعتبر مسؤولة إلى حد كبير عن الإنبعاثات. وأمريكا الآن تشارك في الاجتماع في هيروشيما. من المهم بما كان أن الشركاء المحتملين والفعليين أن يتكلموا عن مسائل المناخ. وبالتالي لا بد من إشراك الصين. وإلا سنواجه تحديات كبيرة حتى ولو اتخذت الدول الأخرى الخطوات الضرورية لمواجهة مشاكل المناخ. اليابان هي الاقتصاد العالمي الثالث. وهناك أيضا مسائل تكنولوجية يمكن لأمريكا واليابان التكلم عنها. وذلك للتوصل إلى الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات هذه الطاقة. ولكن مجددا لا بد من العمل مع الصين والتكلم مع الهند. لأنه لا بد من إشراكهما. وإلا على مستوى المناخ لن نتقدم. يعتبر تغير المناخ أستاذ بيتر موضوعا مهما جدا. وغالبا يتطلب تعاونا عابرا للقرات. برأيك ما هو الدول الذي تلعبه اليوم مجموعة السبع في هذا المجال؟ أكبر اقتصاديات العالم هي في هذه المجموعة باستثناء الصين. والهند ستكون مراقبا وكذلك أستراليا. هذه الدول الكبيرة لا بد من أن تعمل سوية لو أرادت أن تواجه هذه المسألة. يمكن لهذه الدول أن تتكلم عن الاستراتيجيات الضرورية للتعامل مع الصين في هذا الموضوع. في الماضي كانت هناك فرص لاتفاقات في مجال المناخ. بعضها لم يطبق. ولكن الصين لم تدعم هذه الاتفاقيات. وتعتبر الصين أنه يحق لها كدولة نامية أن تلوث. ولكن الكثيرين يقولون أن الصين ليست دولة نامية. بل تخطط هذه المرحلة ويجدر أن تتصرف كدولة مسؤولة في مجال السياسة والاقتصاد والأمن. وكذلك المناخ. من المهم جدا أن تتكلم هذه الدول عن هذه المواضيع. أوروبا ملتزمة إلى حد كبير في هذا المجال. ممثل الاتحاد الأوروبي سيشارك كمراقب لاجتماعات مجموعة السبعة. ولكن الدول الصناعية الكبرى وهي ديمقراطيات. أيضا لا بد من أن تتكلم عن التعاون في هذا المجال. عن الفرص التي تقدمها التكنولوجيا. وتطوير التكنولوجيا التي يمكن أن تواجه مشاكل غازات الدفئة. وكذلك إشراك الصين للحد من انبعاثاتها. أستاذ بيتر. إلى أي مدى ممكن أن أتوقع أن تمتد هذه الشراكة بين الولايات المتحدة واليابان. بشأن القضايا البيئية إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. مثل الأمن والتجارة في هذا الاجتماع. طبعا ستكون هناك اجتماعات ثنائية. رأينا الرئيس ورئيس الوزراء في هذا الإطار. سيتكلماني عن العلاقات الأمريكية اليابانية. وهي علاقة مهمة للغاية بالنظر إلى ما يحصل في منطقة المحيط الهادئ. هناك مثلا يجو مسألة الصين. والصين أيضا تشكل مشكلة أمنية وسياسية واقتصادية. ولكن هناك أيضا مثلا كوريا الشمالية. أعتقد أن هذا الاجتماع يُعقد في هيروشيما. وهي مدينة الرئيس الوزراء كيشيدا. يعود إلى ما حصل في الحرب العالمية الثانية. واستعمال السلاح النووي. للمرة الأولى في تاريخ البشرية. وكوريا الشمالية أيضا قريبة جدا من اليابان. ويمكن لهذه الدولة أن تزعزع استقرار شرق آسيا. عبر استعمال الأسلحة النووية. هذا الموضوع أيضا مهم بالنسبة لليابان. وللولايات المتحدة الأمريكية. ونحن أيضا أمريكا واليابان لدينا تعاون أمني مشترك. وكذلك هناك مسألة تايوان. وهي قريبة أيضا جدا من اليابان. ويمكن أن تلعب دورا أساسيا في استقرار منطقة المحيطين الهندي والهدي. فهناك الكثير من المواضيع التي يمكن أن يتناقش بها الزعيمان. مواضيع اقتصادية. منظمات إقليمية. أعتقد أن نقاط كثيرة ستناقش على المستوى الثنائي. قبل الاجتماع المتعدد الأطراف مع الدول الأخرى والمراقبة. نظرا بأن سيكون هناك تركيز على التزامات البيئية. إلى أي مدى هذه الاتفاقات والالتزامات البيئية بين الولايات المتحدة واليابان. ممكن أن تؤثر على الديناميكيات الجيوسياسية داخل مجموعة السبع. نحن لم نتكلم عن الصراع الروسي الأوكراني. وهي أيضاً وهو موضوع أساسي في مجموعة السبعة. وسيناقش أيضاً في المناقشات الثنائية. سيكون هناك ضغط من قبل أمريكا على هذه الدول. لخفض تعاملاتها التجارية مع روسيا. والتجارة رجعت إلى حد كبير. ولكن اليابان لديها علاقة تجارية مهمة مع روسيا خاصة في مجال الطاقة. وبالتالي لو أردنا الضغط على روسيا لخفض قدرات روسيا في الاستمرار في اعتدائها على اليابان. عفواً على أوكراني. على اليابان أن يتحرك. وكذلك على الأوروبيين أن يتحركوا. وهي مسألة شائكة. لأن الدول تريد أن تتاجر أو تتعامل تجارياً مع روسيا. فيما يتعلق بالسلع والأدوية والأغزية والطاقة وغيرها. وأعتقد مجدداً أن أمريكا ستضغط على هذه الدول لتخفف من تجارتها مع روسيا. لخفض قدرة روسيا على الحصول على العملات الصعبة لتستعملها في تعزيز اعتدائها على أوكرانيا. هذا أيضاً موضوع أساسي مهم. سيكون مثلاً في الاجتماعات الثنائية. ومن دون شك في إطار اجتماعات مجموعة السبعة. وقد يكون هناك مشاركة عبر سكايب وعبر الإنترنت ربما من الرئيس زيلنسكي. شكراً لضيفنا الأستاذ بيتر بروكس على هذه المقابلة.